بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع مرات الأخرى الي كتاب يلي ريكم بروند طبعا كنا قد رأينا فيما سبق الفاكتور دي فيلاج فهذه الفاكتور ان شاء الله سنرى لالاتر دي بار لالاتر دي بار رسالة الأب كم تلاحطوا في النص عندنا كم تلاحطوا في رجرا بارد رما شكرا تعصنو الغر送 عطاً على اليسر فرينا بggedرد فرينا ق disparaged greatly صغير, الجزائري الجيريان جزائري اي بار تتخافيه ان فرنس اذا هو دهب اللي يعمل في فرنسا اذا لوبار دو فورولو اي بار تتخافيه اذا اب فورولو هو الذي دهب طبعا عندنا هنا لوفار بار تيغ طبعا لوفار بار تيغ عامة يصرف مع اتر لان الشخص هو الذي سيدهب اذا الشخص هو الذي سينطلق او يذهب اذا لوبار اي بار تتخافيه اذا الاب دهب ليعمل طبعا لوبار دو فورولو هنا نشرح من يكون فورولو جون غرصون الجيريان اذا نتكلم عن طيفل صغير جزائري اذا الاب طبعا هو الذي سيدهب اذا كما قلنا لوبار دو فورولو جون غرصون الجيريان اذا الاب فورولو هو طيفل صغير طبعا لوبار دو فورولو طبعا لوبار دو فورولو طبعا لوبار السيدة طبعا لوبار دو فورولو طبعا لوبار دو جونة فورولو على دو جونة و تتخافيه طبعا لوبار دو جونة طبعا لوبار دو جونة فرير دادار يترى من السمجان دورا كله اصدقائه يجب على الفرام الانساب وشيره من السمجان دورا يقول لحظه أبيدي أنه إذن إذن كان يتبر مبالا ولكن المزيدة لحظه عليك بكم إذن كما أقولنا 22 أبن 22 يوم 22 يوما 22 يوما 22 يوم أبخي بعد ذلك ما معنى أبخي بعد امطلاقته إلى فرنسا للعمل بعد هجرته إلى فرنسا إذا 22 يوما بعد امطلاقته إلى فرنسا من الجزائر أول رسالة تسأل طبعا كنت تلاحظوا بأن هناك لفر بأخير مصرع في الباسي سامبل السيغة للباسي سامبل أنها واضحة تتكون بالشكل طبعا لفر بأخير يعني تجرأ هناك لفر بأخير لا أحد تجرأ لفتحه إذا هذه الرسالة من الجزائر من الفرنسا من عند الأب حتى شوحد ما تجرأ يفتحه لا أحد تجرأ لفتحه قبل أربع ساعات بقيت أربع ساعات لم يتجرأ أحد لفتحه طبعا أفراد العائلة لم يتجرأوا على فتح الرسالة يعني في غياب يعني قبل أن يأتي فغول لفتحه الذي كان في القسم إذا كان يدرس كان في المدرسة كم فغوله غذى على ميزون وعندما فغوله غذى على ميزون طبعا هناك لفتحه يجب أن يدرس بصرف في المدرسة كم فغوله غذى على ميزون عندما فغوله عاد إلى المنزل يجب البرئ عندنا لفتحه بصرف في المدرسة طبعا كما تلاحظوا بأن المدرسة تتردد في القسم عن مثال البسم أنه يستعمل في القسم كثيرا يجب البرئ يجب البرئ اي ام بغاسا لانفروب. اذا هو اخذ المساج. طبعا المساج ايضا تتعني رسالة. كما عندنا هنا. المساج لالاتر. اذا نتكلم عن الرسالة. اي لبخي المساج دي ما دوبايا. اذا هو اخذ الرسالة من يدي بايا. اي ام بغاسا. اي ام بغاسا ثم قبل الظرف. يعني انه قبل الرسالة قبل فتحها. قبل الرسالة قبل فتحي الظرف. اي ام بغاسا. طبعا هنا عدنا الفرب ام بغاسي. بنفس الطريقة انه مصرف في الباسي السامبل. توس بلونتوغي. الكل يحيط به. اذا توس. طبعا توس يعني كما نقول كل الاشخاص. حين نقول. فتوس اسي. انتم كلكم هنا. في حين اننا نقول مثلا. كل الاطفال. كل الاطفال. يعني ان هاد ايس لا تنتق. توس لونتوغي. الكل يحيطه. يحيطه. يحيط فغلو. يعني كل افراد توس لونتوغي. ا يقولوني مفرحيًا يقولوني مفرحيًا وقامت على صفحه يقولوني مفرحيًا إذن هو جره من سا قاندورة طبعا كلمة قاندورة نقولها بالدرجة بالعاملية تقولوا القاندورة إذن كما تلاحظون إن قاندورة إن قاندورة إذن نتكلم عن لباس كبير المقصود أنه فضفاد تخيزامبل يعني أنه فضفاد تخيزامبل ينزل إلى حدود القدم إذن نتكلم عن لباس فضفاد أنه يرطي كامل الجسم إذن طبعا الأخ الصغير اللي فغلو لو تغير بارسا قاندورة جره من لباسه إذن طبعا هنا لباس يعني في عجرة أو جدابة ثم قال له فيت بسرعة فيت بسرعة مونطخ مومنبغ أريني أبي أريني أبي أظهر لي أبي إليزيتي طبعا له ذغب إيزيتي يعني فعل تردده فالقيام بفعل أنه يريد فعل هذا الفعل لكنه يتردد إليزيتي إذن هو مرة يريد فتح فرسالة مرة أنه لا يتجرع إليت أنكور موية إذن هو كان أنكور موية طبعا نتحدث عن كور موية المقصود بها 4 ياماني و 5 ياماني دولان سينما إليمونتا يتكلم عن الرابع الخامس من ابتدائي نسميها كور موية إليت أنكور موية إذن هو كان في القسم الرابع أو الخامس كان لا يزال في بداية التعليم إذن هو أكيد لا يستطيع أن يفك شفرات هذه الرسالة ولكن هذه الرسالة لكن هذه الرسالة سيطيع إنها صعبة إنها صعبة إنها صعبة يجب أن يشرح يجب أن يقرأ الرسالة وأن يشرح مضمونها لا أن يقرأها يعني بتهجي إذن كما قلنا 22 jours après la première lettre arriva personne n'ose à l'ouvrir avant 4h en l'absence de فورولو qui était en classe كما فورولو على وفاست يجب أن يجب أن يسيجب الأن في ماتك أبايا وأمراسة لجمعنى كان تطورين شخصهم وصفرادة رسالة إجيزة سعينة إجزة إجزة كان يدعى إجزة إجزة إنها أصلي مخلية أفضل عزيزة وصفرادة أسفرادة كما قلنا مع ملولتا إنها بحقية كان يتفق منذ مكريه معيني لا يرى يبدأ سيتم عمله وأعتمد وانه يرى يقومون بالخلط معينة من يروله يمكنك أن يكون يرانيا أكثر يدن 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 للمزيد من الأمان نتكلم عن الأمن أو الأمان لتكون أكثر كما نقول تأكيدا يتكون متأكيدا منه لتكون أكثر تأكيدا إن صح التعبير يجب أن يكون أكثر متأكدا يجب أن يفهم بشكل جيد فهم يجب أن يفهم بشكل جيد من أصمار يجعل أمه تفهم بشكل أكبر لتكون أكثر يجب أن يفهم بشكل جيد لأن يفهم أمه بشكل جيد بشكل جيد كل ما هو مكتوب كل ما هو مكتوب على الرسالة إذن حتى يكون متأكدا بشكل كبير على إفهام أمه كل ما هو مكتوب على الرسالة إذن حتى يفهم أمه كل الذي كتب على الرسالة إذن هذه كما نقول للمزيد من التأكد أو للمزيد من الأمن إلى غير ذلك إذن قرر أن ينادي أننسية قديمة المقصود شخص قديم الذي ترك المدرسة مع شهادة إذن هو نادى على شخص قديم كان قد درس في المدرسة منذ وقت وحصل على شهادة إذن 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 قرر أن ينادي أننسية أن ينادي قديما المقصود أن ينادي على قديم على شخص قديم كيف ترك المدرسة مع شهادة إذن المقصود أنه درسه وحصل على شهادة نصف في بابخي إذن نصف في بابخي نتكلم عن نصف في العرافة هنا لدينا نصف في بابخي أن العالم لا يجعل نفسه يطلب إذن الشخص عندما ذهب عنده فهو آتى ولم يتلك في المجيء إذن هذا الشخص العالم عندما طلب منه المجيء لشرح هذه الرسالة إذن هو آتى في أول طلب ولم يترك الآخرين يرجونه حتى يأتي إذن نصف في بابخي العالم لا يجعل يطلب أو يرجع طبعا نتكلم عن الوضع بخي في الطلب أو رجع ومنه كلمة بخي الصلاة إذن نتكلم عن الدعاء أو نتكلم عن الطلب إلى غير ذلك إذن طبعا هذا العالم لا يترك يطلب لا يترك أنه يرجع أو يدعى طبعا يجعل فتح الرسالة يعني بيدين متأكدة نقصد بيدين واتقة فتح الرسالة ولم يتردد كما تردد أفراد الأسرة عندما توصلوا بالرسالة فتح الرسالة بيدين متأكدة يعني بيدين واتقة ثم بدأ في الترجمة كما ذكرنا فيما سبق المقصود بالعبارة بدأ في ثم بدأ في الترجمة طبعا نترد في الترجمة تترجم من اللغة إلى اللغة ثم لدينا أفر أمزور كي يتردد يتردد فهو رسالة يمكنك أن تفعل لدينا هذه العبارة أفر أمزور المقصود بهذه العبارة أفر أمزور كما نقول في الوقت اللي تيتم فيه أفر أمزور كما نقول في الوقت اللي تيتم فيه أفر أمزور كما نقول الذي كان يقرأ و يترجم كان هناك فعل آخر يحدث فغلو هذا هو الفعل آخر بل إذن فغلو كان يفعل كيف يمكن بأنه كان يستطيع أن يفعل كذلك إذن فالوقت اللي كان هد الشخص الذي نودي عليه لترجمة الرسالة طبعا كما قلنا الحاصل على شهادة أفر أمزور إذن فغلو كان يقرأ و كان يترجم فغلو كما نقول يحسب نفسه كيف يمكن بأنه يستطيع طبعا نعد لذلك بسرعة في الان باري كما تلاحظوا إذن سعود كيف يمكن إذن كان يفعله كما لو أنه كان يستطيع أن يفعل كذلك إذن كانت لوح براسور كانت يظهر بوحد شكل كانت يبيل الناس كأنه متافق مع شرح و مع الترجمة يريد أن يظهر بمظهر بأنه يفعل مثل لو أنه قرأ الرسالة و ترجمة لو أنه قرأ الرسالة و ترجمة إذن كما قلنا أفر أمزور التي يجب أن يتحدث فغلو سعود كيف يمكن أن يستطيع أن يفعل منها أو تن كذلك يعني أنه يستطيع أن يفعل مثل هذا الشخص سيزيو بغي دو جو إذن عينيه كان يلمعان دو جو من الفرح إذن هذا المظهر يبين بأنه فعلا هو كان يستطيع أن يفعل مثله إذن سيزيو بغي دو جو إذن هذا المظهر يظهر أن يوم أن يوم سيزيو بغي دو جو إذنه كان يوم سيزيو بغي دو جو سيزيو بغي دو جو أدو جو مرحلة كيف يستطيع أن يضع سيزيو بغي دو جو سيسوا بريد جمع رأس إنه تمش رأس وإنه يساعد وليس تنزل وانك بشرون بشة يله دماننا الرسالة أنية سعة ودرحا لها أوهوهور مر وليس يمتش بماني في المكان في الأشعور دمیر علي تنزل وليث يمع الكبش تسديك في مجرد المحلطة يحضر يلخ بث avete واحدة كما كان يلخ ب является نجاج إنه Jeżeli في حالة إذن هذا الشخص يشرح لهم ويترجم لهم يقول لهم التعبير هو الآن يعمل التعبير هو الآن يعمل التعبير هو الآن يعمل إذن لغير تعدى يعني تأخر هنا لدينا إلن تعدى هو لن يتأخر طبعاً لغير تعدى كما ترى مصرف في الفتر سيمبل إلن تعدى إذا قلنا مثلاً إل تعدى هو سيتأخر في المستقبل ولكن هنا لغير تعدى كما ترى إلن تعدى هو لن يتأخر آنفوية لإرسال طبعاً لغير تعدى إلن تعدى إلن تعدى أباً آنفوية أباً لغير تعدى يتعدى يعني ون يتعدى أباً لغير تعدى إلن تعدى أباً لغير تعدى يسرع لكم متعقلين يقول لهذا الشخص بأنه يطلب من أبنائي بأن يكونوا عقلاء ثم يبير نقصد هنا يطلب من أبنائي أيضا يبير بأن يخضعوا ولكن هنا يطيعوا أبنائي نتكلمان أبنائي هي تأتيها كدرسر نقصد بأنك توطيع أبنائي الأبنائي بأن يطيعوا أمام يجب أن يطلب من أطفاله بأن يطيعوا أمام يقول الأطفال يجب أن تسمعوا أم أبنائي 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 binnen أبنائك أبنائي أبنائي وعند شجرة نتكلم عن ساق نتكلم عن ساق نتكلم عن غصم صغير يخرج منها مثلا إذن ننشق إحدى ساقية أو نشق إحدى أغسانية لأن لأن ننشق العصية ثم ننشق طبعا نتكلم عن شق نتكلم عن اختراق إذن نتكلم عن فونت ثم ننشق ثم ننشق ثم ننشق على غصن أي عود يخرج من هذا الشجر ننشق ثم ننشق ثم ننشق ثم ننشق ثم ننشق يعني أنك تنشق في مكان معين ثم ننشق ثم ننشق ثم ننشق ثم ننشق ثم ننشق ثم ننشق فهذا المكان اللي شقينا نضع فيها غصنا صغيرا آخرا دان نعبه لي شجرة أخذناه من شجرة كي ضون دوبون فوي التي تعطي فواكية جيدة إذا تنمشي لواحد شجرة دي الليمون تتعطي الليمون مزيلا تنقطع منا واحد الغصن الصغير وتنجيبوه لواحد شجرة كما قلنا سميناها عبغ صواج يعني واحد شجرة دي الليمون مثلا تتعطي الليمون حار إذا نأخذ هذا الغصن الصغير ثم نشق مكان من الشجرة اللي تتعطي الليمون الحار ثم نضع الغصن الصغير في ذلك المكان ثم نربط عليه إذا هاد الغصن اللي غيطلع طبعا هو اللي غيطل يعطينا الليمون الحلو مكان الليمون الأصلي دي الشجرة الأصلية اللي هو حار إذا هذا يسمى غغاف كمان أقول بالدريجة تلقيمة تسمى غغاف طبعا غغافي غغافي يعني أنك تتزرع تتزرع شي حاجة في هاد البلاسة الآن نتكلم عن غغاف دي دن من أكد تزرع الأسنان مثلا غغاف دي دن طبعا هنا لدينا كلمة بغنش كلمة مؤناتة نقول هذه الغصنة الصغيرة عن سع التعبير إنه هذا الغصن الصغير الذي سينبت طبعا لغة بوسي يعني أنك تدفع ولكن المقصود به أيضا هنا فعلنا بوت كيف بوسي التي ستنبت فيما بعد هذا الغصن الصغير لزرعناه في شجرة لأنها تتعطي فواكه غير جيدة إذن هذا الغصن الصغير هو الذي سينبت وسيعطي فيما بعد فواكه جيدة حلوة لماذا؟ لأنه أخذ أصلا من شجرة حلوة إذن هنا فعلنا زرع إذن هنا فعلنا زرع إذا قمنا بذل فعل شققنا هذا المكان ثم أتينا بغسن من شجرة حلوة ثم زرعنا في هذا المكان المشقوق إذن هنا أنا فعلنا زرع إذن هنا نقمنا بزرع إذن هو الأب يقول إنه في بماني إنه في بماني للشعر لا يجب أخذه المعيزة ضمن الشاندوليفي إلى حقل الزيتون إلى حقل شجر الزيتون أويليا أويليا دو جونغغاف حيث هناك دو جونغغاف يعني هناك زرعون جديد إذن نتكلم عن نوع من الأشجار مثلا البرية للزيتون وضعت فيها هذه العمالية التي تذكرني الآن أنه تم شق أماكن منها ثم وضعت فيها هذه الأغسان التي استقطبت التي أخذت من أشجار أخرى لزيتون جيد إذن نتكلم عن دو جونغغاف هناك زرعون كما نقول صغير ولكن مقصود هنا زرعون جديد لا زالة كما نقول كالطفل الصغير لالتر أكثر من ركومندات كما نقول بأن رسالة كيانة مليئة بالتعليمات إذن كما نلاحظ هنا دو جونغغاف دو جونغغاف إذن نتكلم عن نصائح سير سكي الفوفير إذن نتكلم عن نصائح حول سكي الفوفير حول ما يجب فعله أو سكي الفوفير أو حول ما لا يجب فعله كما نتكلم عن نصائح عندما تذهبون في نصائح كما نتكلم عن نصائح وأنت تقطع الطريق إذن أمك تقول لك كما نتكلم عن نصائح وأنت تقطع الطريق إذن هنا الأم قامت ب دي ركومندات قامت بتعليمات كما نتكلم عن نصائح نتكلم عن نصائح كما نتكلم عن نصائح كما نتكلم عن نصائح كما نتكلم عن نصائح كما نتكلم عن نصائح نتكلم عن نصائح كما 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 نتكلم عن نصائح Sera réservé à la chèvre L'autre سura vendu Souvent des questions de toutes sortes Sur les provisions Laissées à la maison Sur les voisins Sur l'oncle Il termine par Le grand bonjour à toute la famille Et le bonjour de l'écrivain Celui qui a écrit la lettre Sous la dictée du ramadan Telfrène sera effeuillé Telfrène sera effeuillé طبعا فخان نتكلم عن شجر الدردر نتكلم هنا عن شجر يستعمل التزيين حيث يسعل الشجرة الدردر الموجودة في هذا المكان القطاع السابق تتخير الاولى وهي فهذا الأمر quiو ميحسب نحتوي على شجرة الدردر نحتوي على نوع الشجرة على التزيين إذن هنا عندنا الطيل كمان نقول كادا طيل فخان كمان نقول شجرة دردر كادا أو شجرة كادا هات الشجرة غاي بيجللهم أشمي الشجرة طبعا واشمي بلاسة سغا إفهي البخمي أن ستنزع أوراقها هي الأولى غاي بيجلهم هات الشجرة هات الشجرة هي اللي غتنزع الأوراق ديالها هي الأولى طيل فيقي سغا أغازي دي لبخمي دي لبخمي شالور ثم يقول لهم تيل فيقي طبعا فيقي نتكلم عن لعب كيدون دي فيقي طبعا فيقي نتكلم عن التين إذن هنا نتكلم عن شجرة تين تيل فيقي ثم يقول لهم شجرة تين كادا سغا أغازي طبعا لوضع أغازي يعني أنك ترشو بماء أنك تسقيها حيث نتكلم عن لاغوزواغ لاغوزواغ كما نقول المرش إذن يقول لهم هات شجرة تين كادا سغا أغازي أنها ستسقي دي اللي بخمي شالور منذ أول الحرارات كما نقول هنا منذ أول الحرارات هنا يعطي التعليمات لسقي شجرة كادا وشجرة كادا وشجرة كادا من أشجر تين منذ بداية الحرارة إذن يقول لهم عليكم أن تبدأ أبساقي هذه الشجرة أو هذه الشجرة أو هذه الشجرة التي تتين لفوراج دو تل أندرو سورا رزير في على شعر لفوراج دو تل أندرو سورا رزير في على شعر لفوراج مقصود ب لعرب كونكوب pour لدوني كموريطير أو بطا إذن نتكلم العشب كونكوب الذي نقطعه pour لدوني لكي نعطيه كموريطير كأكل كأكل أو كطعام وبطا وبطا للمواشي ذلك العشب الذي نقطعه أو تيب إن صح التبير أو نتكلم عن نوع من النباتات أنها تزرع خصيصا لتغذية الحيوان النوية يتم قطعها ثم تخزينها في مكان معين حتى نعطيها للحيوانات إذن تسمى لفوراج إذن لفوراج دو تل أندرو إذن نتكلم عن هاد النباتات دو تل أندرو لما كان المعين لما كان كادر لما كان كادر أو لما كان معين سورة رزارفة على الشارع إذن هي ستحفظ سورة رزارفة أو أنها ستحجز سورة رزارفة لفوراج إذن أنك تحجز مكانا غزارفة شامبر غزارفة شامبر مثلا الوطيل يعني أنك تحجز غرفة بالفندق إذن نتكلم عن غزارفة إذن هنا نتكلم عن عشب منطقة كادر سورة غزارفة أنه سيحجز على الشارع للمعيزة سيخصص للمعيزة لطا سورة غزارفة ثم هناك الآخر العشب الآخر في مكان آخر مثلا يقول لهم هذا المكان الذي يوجد بهذا العشب سورة غزارفة أنه سيباع أنه سيباع سورة غزارفة سيباع أنه سيتم بيعو سويف des questions de toutes sort sur les provisions إذن هم يتبعون des questions de toutes sort إذن ثم يتبعون des questions de toutes sort ثم يتبعون أسئلة de toutes sort من كل الأنواع سورة إذن سورة للمعيزة المعيزة للمعيزة المتبقية التي تريك على المعيزة في المنزل ثم ثم 上面 أسئلة ثم هناك أسئلة اخرى طبعا تلقاها افراد العائلة سور الوزن سور الانكل حول الجيران ثم حول العم اذا هو يسأل عن الجيران ثم يسأل عن العم الترمين بار لغان بونجور اتوت لفامي اذا هو يوني الرسالة الترمين ثم يوني بار بي بماذا يوني الرسالة لغان بونجور اتوت لفامي كما نقول يوم ساعد بونجور يعني يوم ساعد كما نقول يوم ساعد كما نقول اليوم ساعد الكبير ولكن المقصود به هنا السلام التام كما نقول السلام الكبير انه يسلم بشكل كبير تتوت لفامي على كل عائلة اذا هو يوني رسالته بالسلام على كل عائلة بونجور بليك خذا ثم هو يحمل السلام من الكاتب الذي كتب له الرسالة الذي كتب الرسالة الذي كتب الرسالة اذا كان يوملي ما يجب كتابته على الكاتب ويومرر تهييت الكاتب للاعيل طل فرن ساعة افويل طل فرن ساعة يوميه طبعا كانت اللحظة هنا دابري مولود فارون حسب مولود فارون لوفيس دي بوفر من كتاب لوفيس دي بوفر ابن الفاقير ابن الفاقير إذا الكتاب كان عنوانه هكذا إذا منهما عدم نص كما تلاحظوا في الفقرات القادمة إن شاء الله سيرانوا الصورة الأخرى في الحلقة القادمة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإبن الله اشتركوا في القناة